السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتبع القناة لكن يشترك بالقناة قبل أن تتبع الفيديو تأكد أن تضغط على زر الاشتراك ونفعل زر التنبيهات ليصلكم كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن أحد أهم الدروس في اللغة الإنجليزية وهي من الأساسيات التي يجب معرفتها في اللغة الإنجليزية ممكن أن نقول 70% من الجملة الإنجليزية تستخدم هذه الأفعال عدنا verbs to be أفعال كون am is are in present يعني am is are في المضارع was where in the past was where في الماضي يجب معرفة استخدام هذه الأفعال لأن أي جملة إنجليزية لا يوجد فيها فعل تكون جملة خاطئة am is are بمعنى يكون was where بمعنى كان يعني أتحدث عن نفسي في هذه اللحظة أستخدم am is are في الماضي أستخدم was and where سنتكلم عن أفعال كون في جملة مثبتة affirmative وجملة negative النفي وجملة question السؤال وأتعلم كيف أشكل سؤال بأفعال كون وكيف أن في الجملة أفعال كون وكيف يشكل جملة بأفعال كون في حالة المضارع وفي حالة الماضي تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات المهمة والأساسية في اللغة الإنجليزية إذن أريد أن نتحدث في الحاضر يعني المضارع present المضارع أو today اليوم أو تحدث عن الماضي yesterday البارحة أو نقول past إذن الماضي إذن past الماضي today اليوم present المضارع past الماضي يسترده البارحة مثلا طبعا نعرف إحنا أفعال كون بالمضارع am is are I am he she it is we you they are ودائما مع المفرد إذا كان بداية الجملة مفرد نستخدم is إذا كان جمعا نستخدم are بالماضي الماضي من am و is هو was الماضي من are هو where لاحظ بالمضارع لدينا ثلاث أفعال كون بالماضي يصبحن اثنين فقط لأن عدنا am الماضي منها was وعدنا is الماضي منها was are where لدينا am is are بمعنى يكون جميعها was where بمعنى كان مثلا I am happy أنا أكون سعيد أو أنا سعيد أنا سعيد أو أنا أكون سعيد اللغة العربية لا نقول أنا أكون سعيد خلاص أنا سعيد لكن بالإنجليزي أو في اللغة الإنجليزية يجب أن نضع فعل إذا لم يكن هكذا فعل الجملة خاطئة يعني لا صحيح أن نقول I happy هذا خطأ يجب أن نقول I am happy أنا سعيد في هذا اللحظة وردنا نقول كنت سعيد اللحظ I نفسها happy نفسها صفة إذا غير الفعل من am يصبح was I was happy يعني كنت سعيد I am happy فقط أغير الفعل لأن الفعل هو اللي يشير إلى الوقت أو زمن حدوث الفعل you are late أنت تكون متأخر أو أنت متأخر اللحظة استخدمنا are يكون نريد أن تحدث في الماضي you were late لاحظوا نفسها late أيضا نفسها فقط غيرنا are إلى where you were late كنت متأخرا إذا شخص كلم معه you are late أنت متأخر you are late أنت متأخر إذا بالماضي you were late كنت متأخر he is at home هو يكون في المنزل لا نقول the home إذن at home he is at home بالماضي بدنا عن is نضع was he was at home كان في المنزل إذن كان في المنزل بدنا عن is وضعنا was هي نفسها كلا جملتين at home أيضا نفسهم فقط يتغير الفعل دائما اللغة الإنجليزية أو باللغة العربية يتغير الفعل الفعل هو الذي يشير على زمن حدوث الفعل I am happy I was happy you are late you were late he is at home he was at home أريد أن ألف الجملة التي يكون فيها فعل كون نضع بعد فعل كون not بشرة بدون أي تعقيدات يعني am not is not are not أيضا بالماضي was not were not فقط لا غير يعني بمعنى لا I am not sad أنا لا أكون حزين أنا لست حزين ممكن أختصرها I am not sad أنا لست حزين دائما الاختصار هو الأفضل بالماضي I wasn't sad أنا لم أكن حزين لاحظ was not اختصرتها wasn't إذن أنا لا أكون هنا لم أكن أترجمها أنا لم أكن حزين was not wasn't فقط بعد am is are أضع not بعد was were أضع not they are not angry إذن لاحظ هم لا يكونوا غاضبين بشرة أختصرها they're not أو ممكن aren't أختصر الثاني صحيحة they aren't angry مباشرة where أضع عليها not they weren't angry أو were not لاحظ were weren't أختصر not تصبح weren't لم يكونوا غاضبين she is not at school هي لا تكون في المدرسة أو نختصرها she isn't at school هي ليست في المدرسة she was not at school هي لم تكن في المدرسة she was not at school I am not sad I was not sad they are not angry they were not angry she is not at school she was not at school إذن بالمختصر لنفي فعل الكون بالمضارع I am is are فقط أضع بعدها not يعني I am not is not are not بالماضي فقط أضع أيضا not تصبح was not were not انترجم was not were not لم يكن وهنا لا يكون فقط أثناء تشكيل السؤال فقط نضع فعل الكون في بداية الجملة يعني am is are في بداية الجملة أيضا was were في بداية الجملة is he nice هل هو جميل هي أصل جملة he is nice هو يكون جميل وضعنا is في بداية الجملة تصبح is he nice دائما بداية الجملة يجبع أن يكون حرف كبير is he nice هل هو جميل أثناء الإجابة ما تكون yes أو تكون عندنا no نقلب أول كلمتين is he nice هل هو جميل أو هل هو يكون جميل yes he is أرجع مرة ثانية is he تصبح he is no he is not دائما أقلب أول كلمتين أثناء إجابة أرجع الكلمتين كما هما is he تصبح he is لاحظ بالأول is بعدين he أثناء إجابة he is was he nice was he nice هل كان جميل الإجابة كما قلنا yes أضع apostrophe full stop no apostrophe full stop was he أيضا استبدلهم تصبح he was he was not أيضا أرجعهم هل كان جميل yes he was نعم كان he was not كلا لم يكن are they هل هم جائعين أيضا yes أو no yes they are no they aren't or are not إذن فقط أضع فعلي الكون في داتة الجملة أثناء الإجابة أرجحها مرة ثانية are they تصبح they are لاحظين بس أقلبهم عكس أيضا بس أقلبهم عكس were they hungry هل كانوا جائعين yes أو no دائما بعد yes أضع فاصلة بعدها فلسطر نقطة were they أقلبها they were yes they were نعم كانوا جائعين أثناء الإجابة أيضا no they were not كلا لم يكونوا جائعين يعني بل مختصر بشوان عقد الأمور ونصعبها دائما أم إزار أثناء السؤال أضحه في بداية الجملة was where أثناء السؤال أضحه في بداية الجملة أثناء الإجابة أرجع أقلبها مرة ثانية إذن بالمختصر لدينا الضمائر i he she it we you they دائما المظاهرة i تأخذ am he she it نستخدم is we you they نستخدم معها are الماضي من am is هو was والماضي من are هو where هاي بجملة المثبتة كيف مثبتة يعني ما فيها not ولا في علامة استفهام أثناء الاستفهام فقط أضع am is are في بداية الجملة أيضا أضع was where في بداية الجملة أثناء السؤال أثناء الإجابة أيضا كما قلنا نجيب yes and no نقلبهم مثلا is he تصبح he is was he yes he was أثناء النفي سهل بس أضع بعد am not بعد is not بعد are not بعد الماضي أيضا بالماضي أيضا أضع not بعد was where بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن مقارنة باستخدام where to be in the present و where to be in the past am is are was where أتمانا قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته